موسيقى شارك المئات من المتظاهرين الجمعة في تظاهرات نظمات في مختلف البلدات العربية ضد استفحال العنف والجريمة وتواطئ الشرطة موسيقى وتظاهر المئات من أهل أم الفحم والمنطقة ظهر الجمعة احتجاجا على تفشي الجريمة والعنف في المدينة وسط اتهامات للشرطة بالتقاعس عن أداء عملها والتواطئ مع المجرمين وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية للأسبوع الخامس على التوالي بعد أداء صلاة الجمعة في مبنى بلدية أم الفحم موسيقى وتوجه المتظاهرون إلى مركز الشرطة في المدينة مرددين هتافات ضد تخاذل الشرطة وسياسات الحكومة بعدم تحركها بالحد من ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي وتظاهر العشرات في طمراء بجانب مركز الشرطة عقب أداء صلاة الجمعة احتجاجا على الجريمة واستنفرت الشرطة قواتها ونشرت القوات الخاصة أمام محطة الشرطة ومدخل المدينة مستعينة بسيارة لرش المياه العدمة لتفريق المتظاهرين كما ونظمت تظاهرات احتجاجية في كفر قرع وباق الغربية وكفر قاسم أشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة إزرائيل هايوم أن أي من المعسكرين لن يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي في حال أجريت الانتخابات اليوم وقال أكثر من 64% من المستطلعين أن إسرائيل بطريقها إلى جولة خامسة من الانتخابات ووفقا لنتائج الاستطلاع سيحصل حزب الليكود على 29 مقعدا يليه حزبيش عتيد الذي سيحصل على 16 مقعدا هذا ويواصل حزب هاتكباح حدشا برئاسة جدعون ساعر الذي انشق عن الليكود بالتراجع ويحصل على 13 مقعدا ووفقا لاستطلاع الرأي ستحصل القائمة المشتركة على 10 مقعد تقدم المرشح عن حزب الصهيونية المتدينة إتمار بن كفير بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطبي ترشيح القائمة المشتركة والنائب منصر عباس عن القائمة المؤحدة وعقب رئيس التجمع سامي أبو شحادة على ذلك قائلا إن رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو المتحالف مع بن كفير يحاول مرة أخرى منع التمثيل العربي في الكنيسة وتناقش اللجنة الأسبوع المقبل كل ما ورد إليها من طلبات بهذا الخصوص أظهرت المعطيات الرسمية للهيئة العربية للطوارئ انخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية مع نهاية الأسبوع إلى 15 فارزة 1% فيما بلغت نسبة التطعيم في البلدات العربية 21 فارزة 8% علما بأنها لا تزال منخفضة مقارنة بالنسبة العامة التي وصلت إلى 38 فارزة 4% وسجلت البلدات العربية منذ بداية الأسبوع الجاري 2278 إصابة جديدة بالفيروس في المقابل سجلت الصحة الإسرائيلية نحو 24 ألف إصابة في الأسبوع الماضي توصلت وزارة الصحة واتحاد أرباب الصناعة إلى اتفاق لتطعيم المستخدمين في المصانع وشركات الهايتك في جميع أنحاء البلاد في مكان عملهم وبالمجان وبغد النظر عن صندوق المرضى الذي ينتمون إليه ويشترط ذلك بتسجيل ماء موظف لأخذ التطعيم في كل مكان عمل هذا وستسمح وزارة الصحة في حالات استثنائية تطعيم فتيان تتراوح عمارهم بين 12 و 15 عاما وفي رسالة بعثت إلى المستشفيات وصناديق المرضى عددت هذه الحالات ومنها مرضى السرطان والسمنة الزائدة الخطيرة وبالأخص إذا كانت تقضي على السكر ولكل من يعاني من اضطرابات عصبية أو مشاكل خطيرة في جهاز المناعة وقصور القلب أجرى رئيس دولة فلسطين بحمود عباس اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم فيها الرئيس الفلسطيني الشكرى والتقدير للدور الذي تقوم به الجمهورية المصرية والجهود التي تبذلها منذ سنوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ورعايتها الكريمة للحوار الفلسطيني وثمن الرئيس الفلسطيني عاليا استضافة مصر الحوار الفصائل الذي حقق نجاحا كبيرا على طريق تنظيم الانتخابات الفلسطينية وفق المراسيم الرئاسية الفلسطينية كما ثمن الرئيس محمود عباس عاليا جهود مصر الشقيقة وإلى جانبها المملكة الأردنية الهاشمية لمبادرتهم الكريمة في عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي شكل أهمية كبيرة على طريق تدعيم القضية الفلسطينية وتوحيد الموقف العربي اتجاه هذه القضية باعتبارها قضيتهم المركزية الأولى استشهد مواطن وأصيب أخران بجروح بعد قيام مستوطن بدهسهم قرب مفرق عين البيضة بالأغوار الشمالية وذلك خلال مشاركتهم في مصار بيئي وقال معتز بشرات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس إن مواطنا استشهد ووقع عدد من الجرحة بعد أن قام مستوطن بدهس ثلاثة شبان من منطقة رامالله بين مفرق عين البيضة وبردلة في الأغوار الشمالية قديموا لدعم منطقة كردلة والأغوار في المصار البيئي هذا وقال مشاركون في المصار البيئي لوسائل إعلام فلسطينية إنهم تفاجأوا بمركبة لمستوطن كان يقودها في سرعة عالية ما أدى لاستضامها بالمواطنين ما أدى إلى استشهاد المواطن بلال بواطنة 52 عاما من مدينة البيرة وإصابة آخرين زار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ القائد مروان البرغوثي في معتقلات الاحتلال ونقل له رسالة وتحية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح وقال الشيخ في تصريح صحفي إنه زار القائد مروان البرغوثي حاملا رسالة وتحية من الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح وأضاف الشيخ أنه ناقش والبرغوثي المستجدات السياسية الدولية والإقليمية ومخرجات الحوار الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كما وجرى دراسة معمقة وشاملة للوضع الفلسطيني وبدوره أكد البرغوثي على ترحيبه بالقرار التاريخي بإجراء الانتخابات ونجاح الحوار الوطني في القاهرة ركزت الأيام الثلاثة الأولى من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونت ترامب على خطابه الناري لمؤيده في الأسابيع التي سبقت هجوم السادس من يناير كانون الثاني على مبنى الكابيتول عندما ادعى ترامب أن هزيمته الانتخابية على يد الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة تزوير وأن الحشود بحاجة إلى القتال ووقف الصرقة وحذر المدعون الديمقراطيون الذين يدفعون بأن ترامب حرد على تمرد دام من خلال تجيع مؤيديه على الخروج في مسيرة إلى مبنى الكابيتول حذروا مجلس الشيوخ من أنه إذا تقاعس عن إدانة الرئيس السابق فإنه سيكرر فعلته ويبدو من غير المرجح أن ينجح الديمقراطيون في إدانة ترامب ويمنعه من تولي منصب عام مرة أخرى نظرا لأن ستة جمهوريين فحسب صوتوا مع الديمقراطيين في مجلس النواب المكون من مئة مقعد لبدء المحاكمة وقال جيمي راسكين كبير المدعين الديمقراطيين أمام مجلس الشيوخ مختتما مرافعات للدعاء إنه إذا عاد ترامب إلى منصب عام وحدث ذلك مرة أخرى فلن يلوم أحدا سوى أنفسهم وأخبر زميله النائب الديمقراطي تدلي أعضاء مجلس الشيوخ أنه قلق بشأن ما سيحدث إذا ترشح ترامب في عام 2024 وخسر لأنه يمكنه فعل ذلك مرة أخرى وقدم المدعون الديمقراطيون مثالا تلو الآخر على تصرفات ترامب قبل الهجوم لتوضيح نواياه عندما طلب من مؤيده الذهاب إلى مبنى الكابيتول والقتال بكل ما أوتو خلال اجتماع الكونغرس للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات وقالت النائبة الديمقراطية دايانا داقت لمجلس الشيوخ إنه عندما وجهت السلطات تهما جنائية لعدد ممن اقتحموا الكونغرس قالوا إنهم كانوا يعتقدون أنهم ينافذون أوامر ترامب في ذلك اليوم وظنوا حقا أنهم لن يتعرضوا للعقاب وتحتاج الإدانة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس هو ما يعني تأييد 17 عضوا جمهوريا على الأقل إجراءات عز عام لخمسة أيام أعلنت السلطات الأسترالية فرضها لاحتواء فيروس كورونا في ميلفورن ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان مما سيمنع الجمهور من حضور معظم مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وأعلن دانيل أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا تدابير العزل التي تبدأ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة وتشمل حضرة تجمعات العامة وحفلات الزفاف والتجمعات الدينية وردا على سؤال حول بطولة أستراليا المفتوحة التي تستمر حتى الحادي والعشرين من فبراير شباط قال أندروز إن البطولة تخضع لقيود العزل العام ولن يكون هناك جمهور أو حشود وبلغت الإصابات في بؤرة جديدة مرتبطة بفندق الحجر الصحي في ميلفورن عاصمة ولاية فيكتوريا 13 حالة حتى منتصف ليل الخميس وتم ربط كل هذه الإصابات بسلالة متحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى ظهرت أول الأمر في بريطانيا وكانت أستراليا من بين أكثر دول العالم نجاح في التصدي للجائحة هو ما يرجع بصورة كبيرة إلى إجراءات العزل الحاسمة وإغلاق الحدود وسجلت البلاد نحو 22 ألفا ومائتي إصابة وتسعمائة وتسع وفيات الأحوال المعيشية أو الصحية لبعض البريطانيين كشفت عنها هيئة السلوك المالي في البلاد قائلة إن أكثر من أربعين بالمائة من البريطانيين يعانون من صعوبات مالية أو من اعتلال صحتهم بما يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي بفعل جائحة كوفيد-19 وقالت الهيئة في تقريرها عن مسح دوري إن 27 مليون و700 ألف من البالغين حاليا يعانون إما من انخفاض القدرة المالية أو الضعف الصحي أو أي ظروف سلبية أخرى ارتفاعاً من 24 مليوناً في فبراير شباط 2020 وذلك قبل شهر من بدء العزل العام الأولي الذي فرضته الحكومة لمكافحة الجائحة وأضافت الهيئة أنها تواصلت في المسح مع 16 ألف شخص في الفترة من أغسطس آب 2019 إلى فبراير شباط 2020 وأجرت مسحاً آخر شمل 22 ألفاً في أكتوبر 2021 من العام الماضي وتابعت أن من المتوقع أن يعاني أكثر من 13 مليوناً لتلبية احتياجاتهم وأن كثيرين يقولون إنهم يتوقعون زيادة ديونهم وتقليص إنفاقهم على الضروريات أو قد يلجأون للاستعانة ببنوك الطعام وفي إطار مساعي تخفيف المصاعب المالية التي رافقت كوفيد 19 وتسببت في أسوأ ركود اقتصادي خلال 300 عام طلبت الحكومة من البنوك إتاحة تيسيرات في السداد لأشهر عديدة في القرود العقارية وبطاقات الاعتمان وغيرها من أشكال الاعتمان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر